عودة مشاهدنا من جديد لاستكمال ما تبقى من هذا الموعد الإخباري واستكمال كذلك إطلالتنا الدولية والتي نستهلها من ليبيا طبعا التي تنتظر تطبيق اتفاق صخيرات الأمم للخروج من الأزمة التي تعيش فيها طبعا التفاصيل مع كريمالي لوش يعقد المجتمع الدولي أمانا كبيرة على اتفاق الصخيرات السياسي لإخراج ليبيا من دوامة العنف وذلك عن طريق فرضه على كافة الأطراف المتصارعة من خلال القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي إلا أن من يمثلون النظام السابق يعتبرون اتفاق صخيرات مجرد مضيعة للوقت بالنسبة للحوار لابد أن يكون الحوار ليبي ليبي لابد من عودة المهجرين لأن العدد ليس بالبسيط 2 مليون ليبي مهجر خارج ليبيا ما بين مصر وتونس والجزائر أيضا خروج المعتقلين من السجون لأنه لا يقل عن 50 ألف ليبي موزعين بين كل المعتقلات هذا ما يعتقل وليس حتى سجن بسيط رموز النظام السابق القابعين في السجون والمعتقلات هم من يملكون الحل لإخراج ليبيا من وضعها الحالي وبالأخ أسي بن العقيد الراحل معمر القذافي بحسب هذا الإعلامي الليبي أنا أتحدث لك على لسان الشارع الآن في ليبيا كلها الآن تنادي بسيف الإسلام لأن بغض النظر كونه ابن العقيد القذافي ولكن كلها ترى أن سيف الإسلام تحدث عن الحوار فيما سبق بداية 2011 وتحدث على لملمة صفو الشعب الليبي وتحدث على الشباب وتحدث أيضا على البنية التحتية والإنجازات الكبيرة كلها تحدث عنها في بداية الأحداث ولكن هناك الأيدي الخفية والعملاء اللي يبوش لليبيا تستقر وتمشي لأمل والأمان ليبيا التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار أيام حكم معمر القذافي يحن الليبيون إلى تلك الأيام أين أصبحت أرضا خصبة لكافة التنظيمات الإجرامية والإرهابية وعلى رأسها داعش الذي حول مدينة سيرت إلى إمارة يرعب فيها ساكنها